وده صبر يعلق اللعب العرضية الرأسية شادي جول 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 جوه جول هدف اول للنادي الاهلي شادي ردوان قلت لحضراتكم كعب عالي دايما كعب عالي دايما على فريق وادي دجلة وشادي ردوان بالتخصص يحرز هدف في شباك فريق وادي دجلة اللعب شادي ردوان طويلة عندي شادي شادي ردوان يلا يا شادي 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 حط يا راجل جول 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 هدف تاني للنادي الاهلي عن طريق الفراري شادي ردوان يضع الهدف الثاني للنادي الاهلي هي دي الكورة اللي دايما بيتدور عليها لشادي ردوان سند لنفسه حطا بالله قدم اليومنا على الزاوية العكسية للحارس محمد عامر هدف تاني للنادلالي شادي ردوان هدفين حلوين جدا لللاعب شادي ردوان نزول لحضراتكم بيقدم مستويات رائعة مفرية في نواع لكن عايز يعني أرجع للهدفين تاني علشان نحلل هدف هدف إن فعلا الهدفين حلوين ده الهدف الأول كرة عرضية من اللعب محمود صابر هنا شادي ردوان واستعداده لكرة كرة جاية محضر نفسه الخطوة اللي رجعها دي وبيسدد من مرة واحدة هو ده الهدف إنه هو متوقع دايماً أنت كلاعب تلعب على المرمى وإنت داخل التمنتاشي لازم يبقى عندك حسن توقع أنت رايح على البعيدة هنشوف الهدف تاني كرة عرضية الكرة هنا بجاهز نفسه وكرة نزلة لسه مش لسه هيوقف أو لسه هيتصرف تصرف تاني لا ده هو واخد الكرة لمسة واحدة لمسة واحدة كمان عكس تحرك حارس المرمى يعني بنشوف حارس المرمى بيتحرك بياخد الخطوات على إيده اليمين هو بيحطها على إيده الشمال هنا حسن تصرف وحسن توقع ومجهز نفسه للعبة فعلاً من الأهداف الحلوة جداً يعني أهداف زي بالزبط يعني ممكن يكون أحلى من الأهداف كمان بنشوفها في الدورة الممتاز هدف اللاعب شادي ردوان زي بقول لحضراتكم شادي ردوان من فعلاً من المواهب الكبيرة الموجودة جداً داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كان مر بظروف صعبة وإصابة قوية لكن الحمد لله رجع أفضل من الأول اللاعب شادي ردوان ده كان الهدف اللاعب الهدف الثاني كرة طويلة هنا ما اعتمدش أن المدافع يطلع لا توقع توقع أنه ممكن المدافع برضو يغلط في أي وقت الاستلام بعد ما كرة عدت المدافع هو الهدف الكرة أول ما استلمها كرة بقت قدامه ما جاتش وراء أو جنبه لا جات قدامه هنشوف الاستلام مرة تاني هنشوف الاستلام مرة تاني الاستلام هو الهدف يعني الكرة هنا هي طويلة هو توقع ان الكرة اتعدي استلامها خدها بفاخده كرة وفت قدامه النهاردة راح واحد على واحد شادي ردوان ناعب بلعب برجلي الشمال الكرة جات على يمينه فده حسن تصرف ايضا انه شغل رجلي اليمين برغم انه لاعب اشول برضو بيسدد برجلي اليمين في الزاوية البعيدة لحرس المرمى على مين حرس المرمى